لأنه قارن إسرائيل بالنازيين السجن مع وقف التنفيذ لرجل في سالس بورج بطل القصة ده رجل في سالس بورج قال إن الكراهية اللي تكنها إسرائيل للفلسطينيين بتتشابه مع النازيين وكرهيهم برضو لليهود والراجل ده توقف التنفيذ لكن مهدد هو بالسجن دلوقتي على إثر تصريحه بهذا الكلم يعني هو سجن ما أخذ حكم السجن مع وقف التنفيذ فعليا يعني هو لأنه قام بنشر عدل من المنشورات على صفحته على الفيسبوك وشكل بآخر يعني أنا اللي هون اللي بدنا نقوله بصراحة أنا هاي رسالة بصراحة يعني من القلب إلى القلب لكل فلسطيني أو لكل محب لفلسطين عم يسمعنا الآن إحنا هون بإنفو جرات أنا هاي كان للمرة الأولى بقوله ولكن لازم هؤولى بصراحة حتى الناس تفهم شو اللي عما يصير أكثر من شخص تتصل فينا من الأخوة الفلسطينيين الموجودين بالنمسا واللي بيظاهروا واللي الحمية عن دنياها واصلة يعني لشيء وأنا بعذرهم أنا أعذر كل فلسطيني اليوم يغطاض ويعني يشطاط غضبا مما تقوم به إسرائيل من عمل إرهابي في غزة ولكن ماذا قالوا لي أحدهم نشر منشور من هذا النوع تاني يوم جاءت المخابرات والكوبرة اقتحموا أخدوه من وسط من سريره هو وزوجته وأبنائه أخدوه واعتقلوه وأشخاصه تم اعتقاله وتم الإساءة لإلهم يعني مش إساءة معنى الإساءة التحقيق وعملوا كمجرمين لأنهم نشروا منشورات ما يا سيد الكريم ما حدا ألكم يا أخوتنا يا فلسطينيين ما حدا ألكم لا تظاهروا ما حدا ألكم لا تعبروا عن رأيكم هذا الشيء من حقكم والدستور النمسا وبيكفلوا لألكم ولكن ولكن انتبهوا من كلماتكم المظاهرات الفلسطينية وأي مظاهرات عربية بصراحة المخابرات الموجودة فيها أكثر من المتظاهرين مشاركونوا بالصورة المخابرات الموجودة فيها اللي عم يتصوروا بالشخص وكل واحد شعار اللي رفعوا والكلام غير السوشال ميديا أستاذ ممدوح هذا شيء كتير فبالتالي يا سادة يا كرام انتبهوا لما تنشرون انتبهوا لما تكتبون هذا الشيء ينعكس عليكم هذا الشيء المخابرات النفسا ويعمل ما يتابعوه وبيحصل حاضر لبعض الصفحات بغض النظر مش قضية حاضر بسيطة عمل لك اعتقال أنا اتصل فيني أكثر من شخص اجت الكوبرا من وسط بيته أخدته أخدوه نام يوم ويومين وثلاثة وأربعة بالسجن لحتى تحقق معه وبعدين قالوا له في عندك محكمة نتيجة منشور معين نتيجة أغنية معينة نتيجة أي شيء يا سادة يا كرام عبروا عن رأيكم بالطريقة اللي بتشوفوها مناسبة ولكن انتبهوا لما تقولون لما تنشرون هذا الشيء كله مراقب ومتابعة يا عمي صاحب الفيسبوك يهودي بغض النظر مع احترامنا يا سيدي الكريم لكل معتقد ولكل ديانة ولكل شخص أنا اللي بدي يقوله إنه كل شي مراقب الظاهر من حقك تقول هذا إجرام هذه تصفية بشرية هذا اختراق وانتهاك للقوانين والمواسيق الدولية ولكن هدول ما بعرف شو هذا عمل لك بشبههم بالنازيين هذا شبههم بكذا يا عزيزي هذا الكلام كله مراقب ومع الأسف فيه عليه تبعات قانونية حل حل بيجي الفلسطيني هلا بيسمعاك بيقولك انت متصاهين وانت تبع الامارات وانت تبع ما بعرف شو وانت تبع ما بمدري شو يعني بصراحة عقول خفيفة بشكل رهيب يا حبيبي فهام وأعقل من حقك تتظاهر ولكن عارف انه كل شي كل شي براقب كل ما تكتبه كل ما تخطه كل شي احنا تعليقات يا سيد الكريم تعليقات معينة مسيئة معينة فيه ناس تلاحقت من ورا تعليقات متطرفة تعليقات عنصرية تعليقات كراهية تلاحقوا تلاحقوا وتحقق معهم احنا بيوصلنا المعلوماتها كلها بشكل أو بآخر نحنا ما لنا عم نلعب أستاذ عمدو طيب هو الرجل طبعا وقف التنفيذ بس حالين دلوقت لو حصل أي شيء منه هاي اسمه بهدلي بغض النظر التنفيذ ولا من دون تنفيذ